بكل مسؤولية انخرط سكان مدينة مكناس في تنزيل التدابر الرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بالعاصمة الإسماعيلية الشوارع والأزقة والساحة والفضاءات التي لطالما شهدت إقبالا منقطع النظير ها هي اليوم خاوية على عروشها بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية في المملكة والتي دخلت حيز التطبيق رسميا مساء اليوم وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي فإن التنقل سيقتصر فقط على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقر العمل إضافة للأشخاص الراغبين في اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي أو في تلقي العلاجات أو اقتناء الأدوية من الصيدليات وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام حيث يتعين على كل مواطن ومواطنة التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية